السلام عليكم كديري اللي بس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وانتما كتشوفوا معي الفيديو دي اليوم مرحبا بكم معي بقناة كويزين حافظات تدسكوت فيديو تليوم غادي نشارك معاكم فخدة دي الغنمي مشوية في الفران بوحد شرمولة اللي كتجي بنينة اللي رفقتها بخوضر متنوع كيفما كتشوفوا معايا وكذلك رفقتها بصلطة دي الزعلوك اللي كنحضروها بوحد طريقة اللي هي سهلة وسريعة فإلا كنتوا أول مرة تضروا القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا فيها بالضغط على زل الشراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زل الجارس باش توصلوا بوصفاتي المقبيلة وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا ليه لايك وتعليق واندوزوا المكونات وطريقة تحضير كناخدوا فخدة دي الغنمي أولا كتاخدوا كتف أولا ضلعة أو لأي جهة بغيتوا يعني في الخارف ديالكم ولا تاخدوا غي طريفة ديال اللحم غيهو ما يكونوا كبار باش هكو يجيوا بينين إلى شويتهم في الفران سفي هنا يكن أخذ دك الفخدة وكن أخذ سيكين وكان بدنا ندير يعني توقوبها على شكل هذا في اللحم ديالنا باش كان هكو كان قطعوا لي الجهد دياله ويعني ما تياخد شدنا واحد الوقت اللي هو طويل في الفران فضروري أنكم تقوموا بهذه الطريقة هادي يعني تحاولوا أنكم إما شرطوه على هالطريقة هادي ولا غير يعني تديرو دخلو فيه الموس كيف ما شفتوا معايا سفي هنا يا من بعد ما يعني قديته غادي ندوزوا دبا باش نديرو الشرمولة اللي غادي نديرو اللحم ديالنا أخذت نصف ملعة صغيرة ديال إبزار ما كان كتروش أخذت ملعة صغيرة ديال خرقوم البلدي أخذت نصف ملعة صغيرة ديال كامون ونصف ملعة صغيرة ديال تومة غبرة ملعة صغيرة ديال سكنجبير وديال قصبر حبوب وديال تحميرة وديال الملح كيبقى على حسب الضوق وخذت ربع كاس ديال الماء اللي درت فيه زع فران شعراء خليتو حتى أكتل قلينا اللون والماء دا اخذت نصف كاس او لربع كاس ديال الزبدة ديك تكون دايبس تليها وحد يجمعها لقد يل زيت المائدة هنا اخذتك ان اخذ شيئنا باش غدين نجمع فيه العطرية ديالنا يعني كنديرها كاملة في دقة واحدة باش غدين نجمعها يعني بالخالط اللي عندنا ولا بالسوائل اللي عندنا اللي هي الماء اللي رقدنا فيه دكتا عفران شعرة والزبدة دايبة تفو غدين خلط عد المكونات مزيان مع بعض تين دبجو لنا مع بعض غدين اخذ واحد شيطة باش غدين دهن بيها اللحم كامل من الداخل ومن برة يعني كتاخدو شيء وقدروا تديرو غباليد ديالكم غي واكب الشيطة يعني مكبقاش لكم دك يعني مكبقاش لكم العطرية يعني اللون ديال خرقو مهدا في الإيد ديالكم صفي نيا كيف ما قدشوفوا معي كنحاول انني مندخل العطرية في اللحم الداخل ما بين دك دك الشريطة اللي درت على اللحم صفي ندهنوا مزيان ومن هانية باش كتشرب لنا اللحم دك العطرية صفي من بعد ما دهنتوا هنا يا خديت اللاطا اللي غادي تدخل فران ندرت ليها واحد شبيكة على هات الشكل هذا يعني يرى باش يتهز لنا اللحم من على الطاوة ما يلسقش لنا فيها صفي كما اشتوا معي فرشتوا ورقة ديال اللاطا او ديال الفرن وحطت في الفخدة على هات الشكل هذا ونحاولو اننا نغطيوها مزيان يعني غادي نلوه لها هاد الورق غادي نزيل واحد اخر يعني باش اننا نغطيوها مزيان ما نخليوش لها او فين تنفس ويبقى لنا دك الصد ديال الفران يبقى لنا فيها الداخل باش كتطيب لنا يعني باش كتطيبنا وكتخلش لنا وقت ليه وطويل بالسعف صفي نين بعد ما كيف مشتوا معي اغلفتها بالورق غادي ندلها دبا من الفوق ورق الاليمينيوم باش شكل هادا غا نقفل به غادي نغطي اللاطا ديال الفرن كاملة كيف ما قلت لكم باش ما نخليوش النفس فينو خرج لينا من اللاطا وكتكون وشي عليه الفران قبل يعني تيكون سخون مزيان عا تقدرو فيها اللاطا وكتتخليوها مجهده يعني النار كتكون مجهده من تحت ومن الفوق حتى كتدوز يعني واحد ربع ساعة عادي كننقصو النار كنخليوهم يطيبو ولي طيب لنا على نار اللي كتكون متوسطة من تحت ومن الفوق ومنن دازت واحد ساعة وربا خرجت اللحم ملا الفران باش غادي نطلع ليه نشوفوا واش يعني واش قرب يطيب شحال باقي ليه بعد أن نحل عليه سنأخذ فورشيت ونقص اللحم لكي نرى ماذا طاب وما ما زال فهنا باقي ما طاب سنعود نغطي عليه ونرد الفران يطيب ما زال 1.5 ساعة لكي نحيد عليه الورق ودابا سنحضر زعلوك اخذت طنجرة الضغط اللي درت فيها 1 جوج ديال ماطيشة اللي قطعتهم ضواور يعني بالقشرة ديالها ودرت فوق منها الدنجال خذت 1-4 ديال الدنجالات اللي قطعتهم ضواور درت العطرية اللي هي تحميرها إبزار كامون والتومة والملح ومعدنوس وكان ديرو زيت البلدية بالزايد وكان ديرو الحار إما هريسة أو لا سودانية سوف نقفلو عليها واحد لمدة ديال عشرة ديال الدقايق هنا يرى بدون ما كتزيدو حتى شي نقطة ديال الما يعني وكان تنقصو ليها من بعد ما كتزفر كتنقصو ليها وتخليوها مدة عشرة دقايق وهنا راني يحليز عليها كيف مشوتو معايا كتلقو أن نجل راطاب يعني صفي واجد كان أخذو وكان نحاولو أننا نحركون معسولة تلقلين الما بزاف كان عاودو نرجعو فوق النار وكان خليو حتى يشرب لنا ذاك الما اللي يطلق وكيكون راه واجد هذا يعني أسهل طريقة لتحضير زعلوك هي هذه كيف مشوتو معايا هنا يراه واجد ليها غادي نزيد لي واحد ملعقة صغيرة ديال مطيشة لحك صفو غادي نرجعو فوق النار كيما قلت لكم ونخليه ما زال يتشحر شوية صفو غادي نرجعو فوق النار كيف مشتو معايا مرئ واجد خليو بطاطا قرعو خضرة وفلفلة هنا يخلي combinت الخليزة التي ستوقوه ولا تفوره بعدما يطيب لنا كنصفو و Rh zor Collou ونشرملوه في مقلا وكذلك البطاطا تهي من بعدما نقوها اما كان تصلقوها او لكتفوروها وكذلك القرعو تهي نفس الطريقة و بالنسبة للفلفلة فارة نشويها فوق البوطة نحيد لها القشرة و التاهية ندير لها العطرية دي لها يعني هي بالنسبة للعطرية اللي شرملت بها الخضرة ناخدوا شوية دي الإبزار و شوية الملحة و الكامون و نديروا شوية دي القزبور و مع الدنس و كتسوطيوهم في المقلاء اللي كتديروا فيها إما زيت بلدية او لكتديروا الزبدة سوفوا كتبقوا تديروا كل خضراء بوحدها كتبقوا تديوها و تجيبوها تكت تاخد لكم يعني شرمله مزيان و كتتاخد تلون فهنايا خديت طبق دي التقديم اللي دورت عليه كيف ما شفتوا معايا دورت الخص في الجوانب و كنقدموه مباشرة يعني لحم من بعد ما كيطيبوه و سخون كتحطوه في الطبق و غادي ندير لي هاد الخضراء اللي يعني اللي شاركت معاكم غادي نحاولو ان ننستفوها في الجوانب كيف ما غادي تشوفوا معايا و هنايا من بعد ما قديت الخضراء كيف ما شفتوا معايا في الجوانب كندروا بطاطا فاتجة و فاتجة و كذلك تتخزوا قرعاء فلفلاء يعني كتوزعوهم على الطبق و كذلك خنايا خديت تزعلو كل اللي درتو في الطبق سلات كتترافقوا التواب يما كتحطوها كامل فوق و كتحطوه في الطبق يعني مون فاريدة في الجوانب و درت شوية هنا ديال ديال شوية ديال المعد نوس جاف درتوها كامل فوق و كتقدمو الطبق على شكل هذا كيف مشتو معايا كي يجي طبق اللي وراقي ديال الضيافة و طريقة ديال تحضر ديال الوراها سهلة و كتحصلو على واحد يعني الماداق ديال اللحم تيجي بنين بتشرمولا اللي عملنا لي و كترافقوا بخضرات يعني متوفرة عندكم فكان هذا هو الفيديو ديال اليوما كنتمنى ان الاعجاب ديالكم و تطبقوا الوصفة و شكرا لكم على المشاهدة و الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة